السلام عليكم متابعين الكرام أهلا بكم في قناتنا الإخبارية وبهذه المناسبة الألمة أتقدم لكم بتعازي الحر وأطلب من الله عز وجل أن ينتغمد الفقد برحمته ورضوانه وأن يلهمكم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه رجعون هشام العلوي أشارت تقارير إعلامية إلى أن الأميرة للا سلمة كانت تعيش رفقة جدتها بحي القبيبات الشعبي بالرباط وذلك بعد وفاة والدتها أوضحت ذات المصادر أن الأميرة كانت تتردد على الحي المذكور لزيارة جدتها كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدزي دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء شكرا متابعين الكرام إلا كانت تهدي أول مرة شاهدت الفيديو هدينا المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك شكرا لكم شكرا لكم شكرا